قالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا هبا والي قالت إن توجيهات القيادة السياسية في تصنيع لقاح كورونا تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير للدول الإفريقية أضفت ولي أن مصر على مشارف اختيارها لتكون أحد المراكز الإقليمية لتصنيع لقاح كورونا وذلك عن منطقة شمال إفريقيا المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع في سياق التقرير التالي جهود مضنية وتحركات على قدم وصاق على جميع المحاور قامت بها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة والذي أخذت القيادة السياسية على عاتقها مهمة محاربته بشكل احترافية فكانت سباقة بتسخير كل إمكانات الدولة للقضاء عليها حيث بدأ الرئيس السيسي سعي مبكرا لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وذلك قبل انتشارها في العالم ونجح بعلاقات سياسية متزنة وقوية في توفيرها للمصريين كما وجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاح وإنشاء مركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وقارات إفريقيا والتوسع في الاعتماد على تصنيع المحلي للقاحات كورونا وذلك مع الاستمرار في التنصيق مع الشركاء الدوليين ومرفق كوفاكس للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعمات القومية وفي خطوة عملاقة تحقق الحلم وتم الاعلان عن جهزية أول مليون جرعة لقاح فاكسيرا سينوفاك المنتج محلياً للاستخدام بعد تسليمها لوزارة الصحة واعتمادها من هيئة الدواء كما تم الاعلان عن قرب الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الانتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً تمهيداً لتوزيعها على مراكز طلق اللقاحات كورونا على مستوى الجمهورية أكثر من 19 ساعة يومياً قضاها العاملون على انتاج اللقاح بين المعامل والمصانع حيث تم نقل كل الأفكار المتعلقة بانتاج اللقاح مع التأكد من تطابق المواصفات والمعايير العالمية كما سيتم افتتاح أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات بنهاية العام الجاري لتصبح مصر دولة رائدة في انتاج اللقاح برغم التحديات التي واجهتها ترجمة نانسي قنقر